كشفت صحيفة يابانية أنه من المقرر أن تتعهد اليابان بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في إفريقيا وذلك من خلال مؤتمر يعقد في تونس مطلع الأسبوع المقبل وأضافت الصحيفة بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كاشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وذلك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية أطلقت الحكومة اليابانية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية تيكاد عام 1993 بهدف تسريع الحوار السياسي بين الفعالين في إفريقيا والشركاء ورفع التحديات التي تواجهها القارة وحصلت تونس في فبراير 2020 على الموافقة على احتضان تيكاد 8 الذي سيعقد يومي 27 و28 أغسطس الجاري بمشاركة حوالي 5000 مشارك من اليابان ومن القارة الإفريقية ويأمل التونسيون تحقيق نتاء جيدة في مجالات الصحة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة بأكثر من 80 مشوعا بقيمة 2.7 مليار دولار في المقابل كجفت وسائل العالم يابانية أن طوكيو تتعهد بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في إفريقيا في المؤتمر الذي يعقد في تونس